إنه اليوم العالمي للتضامن مع غزة بلدان العالم بأسره وعلى طريقتها رفعت الصوت للضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف جرائم الإبادة المتواصلة في قطاع غزة لبنان الرسمي التزم بالإضراب ومعه المدارس والجامعات والمصارف وبعض الشركات الام تيفي جالت في هذا اليوم تضامني على عدد من المناطق اللبنانية لكن نسبة الالتزام في الأسواق التجارية بدت شبه معدومة فاتح محلي له أنه أصلاً شغل ما فيه متل ما هو لازم لحتى نأجل نسكر ونروح ع بيتنا نرتاح وننبسط نسكرت معه اللبناني بقش قادر يحمل شيء قبل والله أنا متضامن معهم قلبياً بس بدا نعيش بقى ندفع البلدية بقى ندفع الكهرباء والماء وهالأعياد كمان أفيناش نسكر الوضع الاقتصادي ما بقى يسمح بلبنان نسكر أكتر من هيك لأن الوضع صعب على كل العالم فنحن قلبياً أكيد مع غزة وأهلي غزة بس يعني ما فينا نعمل غير هيك بدنا نفتح مجبورين بدنا نعيش جاي فترة عيد هلأ قلبياً وبالصلاة على نية شهداء هكذا أبدى اللبنانيون تضامنهم مع غزة لأن الحال تعباني فاتح لأنه المعيش صارت صعبة ومصاريف عالية وكلنا أكيد نضامنين مع غزة وإيد وحدة إن شاء الله نحن اليوم مدسم سكرة وما فينا غير نعمل شي غير أن نصدينه نضامن معنا نحب نضامن مع غزة وفي ذات الوقت أنه فيه المعيش صعبة العالم يعني بده شغله التوترات في الجنوب والحرب على غزة أثقلت كاهل اللبناني وأقفال كل المتاجر خصوصاً في فترة الأعياد لم يعد ترفاً يمكن للبناني أن يخاطر فيه